السابع والعشرين من شهر شبات فيفري لم يكن عادياً لعدد من الصحفيين الذين قاموا بتغطية مسيرة حركة النهضة الاعتداءات التي طالت العشرات منهم كانت كثيرة ووصلت حد تحرش اللي صار اليوم للصحفيات والصحفيين التونسيين هو أكبر عار في تاريخ حركة النهضة وفي تاريخ السلطة التنفيذية النقبة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد أن لجنة التنظيم التابعة لحركة النهضة هي التي قامت بهذه الاعتداءات ومارست كافة أنواع العنف على الصحفيين والصحفيات وتعاملت معهم وفقاً للمؤسسة التي ينتمي إليها الصحفية فترة الأخيرة كانت فضاء بليء سلسلة من الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات وخاصة الصحفيين الميدانيين انطلقت بداية بالمسيرة اللي نظمها الحزب الحاكم لهو حركة النهضة فيه أين سجل حقيقة اعتداء الفضيحة وزارة الداخلية أعلنت أنها ستبحث في تعرض صحفيات للتحرش الجنسي والانتهاك اللفظي الحادثة أعادت إلى الأذهان مسألة التضييق على حرية الصحافة خدمة لأجندات حزبية معينة خلال هذه الفترة الاعتداءات أصبحت أكثر عنفاً سجلنا أكثر اعتداءات جسدية أكثر اعتداءات لفضية على الصحفين خاصة أكبر عدد من الاعتداءات تم تسجيلها يوم 27 فيفري وتجاوزت 17 اعتداء طالت الصحفين في إطار مجموعات أو بصفة فردية حركة النهضة أزدرت بيان اعتذار في الغرض لكن بعض قياداتها وأنصارها صاروا يجاهرون أكثر في المدة الأخيرة بعيدائهم للصحفيين الاعتداءات الأخيرة خلال مسيرة حركة النهضة على عدد من الصحفيين من قبل أنصار حركة النهضة تعكس فشل الأحزاب الحاكمة في طاعات مع الأوضاع في البلاد ومحاولة الزج بالصحفيين فيها وتعيد إلى الأذهان المخاوف من العودة إلى مربع تذيق على الحريات مريد عبدالله العربية أونس